موسيقى نناقش معكم أداء الأسواق العالمية مع ضيفي السيد ساركيس نيزار محل الأسواق مالية في إيكوتي جروب أهلاً ومرحباً بك معنا سيد ساركيس نبدأ من جديد بالنفط والمخاوف من شح الإمدادات والمعروض هي التي تدفع بالأسعار إلى هذا الارتفاع لماذا تعود هذه المخاوف من جديد إلى السطح على رغم من تطمينات جو بايدن بالسحب من الاحتياط الاستراتيجي نهاركم سعيد بالفعل ترتفع أسعار النفط مع بداية تدولات هذا الأسبوع وهذا الارتفاع جاء بعد ضغوط الهابطة التي تعرضت لها الأسعار الأسبوع الماضي الشهر الماضي ارتفعت عقود برينت بأكثر من 9.5% وارتفعت عقود غير تكساس الوسيط بأكثر من 5.5% وكما نعلم بأن هذا الارتفاع خلال الشهر الماضي جاء بدعم التوترات الجيوسياسية الآن تتوجه الولايات المتحدة وعديد من الدول لإيجاد حلول لضخل مزيد من النفط في الأسواق للحد من تأثيرات الأزمة الجيوسياسية ومحاولة تعويض الانتاج الروسي الذي قد ينخفض وبالفعل شهدنا أول القراءات الرسمية التي أظهرت انخفاض الانتاج الروسي من المكررات التقطير وكذلك الغاز إلى 11.01 مليون برميل من 11.08 وهذا يظهر أنه بالفعل بدأ الانتاج الروسي ينخفض الآن بنظر إلى الانتاج الروسي فنحن نرى احتمالية انخفاض صادرات تقارب الخمسة مليون برميل الآن الخمسة مليون برميل لن تكون دولة منفردة قادرة على التعويض هذا الانخفاض الكبير والأسواق حاليا تعلم ذلك كل الانخفاض الذي حصل في أسعار النفط الأسبوع الماضي والذي تتبعه أيضا القليل من الارتفاع اليوم هو بسبب القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الصيني بعد إجراء الإغلاقات التي ساهمت في الضغط على أسعار النفط من جهة أخرى نلاحظ بأن قرار أوبيك بلس بالاحتفاظ برفع تدريجي للإنتاج وأيضا استخدام الاحتياطيات استراتيجية إن كان في الولايات المتحدة لغيرها كلها اجتمعت لتضغطها بشكل محدود على أسعار النفط لكن الأسواق حاليا تنظر بأنه لو تعثرت المفاوضات الروسية الأوكرانية كذلك إلى حقيقة أنه من الصعب تعويض الانتاج الروسي بسرعة إن كان بالنسبة للغاز وأيضا بالنسبة للنفط بالتالي في حال تدهورت الظروف الجيوسياسية أكثر فقد نرى عجز كبير في المخزون وهذا ما قد يدفع أسعار النفط للارتفاع أكثر ما لم نشهد طبعا تهدئة ما بين أطراف النزاع طيب سيد سركيس أعود من جديد إلى المنطقة الأوروبية اليورو نجد عليه ضغط من فترة واضحة إلى أي حد تعتقد أنه سيستمر هذا الضغط على اليورو فقط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الآن عندما ننظر إلى اليورو يجب أن نعلم بأن التجارة الدولية في منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي ككل هناك علاقات تجارية كبيرة جدا مع روسيا وهذه العلاقات التجارية تمتد لأكثر من الطاقة التي تشكل بحوالي أو أكثر من 40% من حاجة الاتحاد الأوروبي الآن بالنسبة ليورو بالعودة لعام 2014-2015 انخفض بنسبة كبيرة قد زادت عن 20% أثناء تلك عندما تم فرض عقوبات على روسيا واليوم نحن نعيش بفترة أخرى فيها فرض عقوبات وهناك أيضا تهديدات أو مطالبات من عدة دول أوروبية لحظر استيراد الغاز الروشي كل ذلك قد يتسبب في صدمة اقتصادية هائلة للاتحاد الأوروبي وبالفعل بدأت على شكل ارتفاعات تاريخية لمنطقة اليورو في التضخم الذي وصل إلى 7.5% لكن في نفس الوقت قد لا يكون البنك المركز الأوروبي في موقف يسمح له الآن بأن يجاري الاحتياط الفدرالي من جهة أخرى برفع الفائدة رغم أن التوقعات تشير إلى المركز الأوروبي قد يرفع الفائدة لأكثر من مرة واحدة لهذه السنة لكن في المقابل الاعتقاد السائد هو أن الفدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة بنسبة قارب 70% الشهر المقبل وهنا المفارقة ونلاحظ بأن فروقات عوائد السندات على سبيل المثال لأمد استحقاق عشر سنوات ارتفعت لصالح الولايات المتحدة الأمريكية من 170 نقطة أساس إلى حوالي 186 وهذا ما يفسر الضغط الهابط على اليورو الذي عاد من جديد بعد محاولته التي فشلت بالارتفاع الأسبوع الماضي حيث انخفض من مجتويات قريبة من دولار و 12 سنة إلى مجتويات اليوم حول دولار و 10 سنة وبالتالي فروقات أسعار الفائدة القلق من طباطه اقتصادي حاد بل ربما انكماش عدة دول في منطقة اليورو كلها قد تبقي الضغط على اليورو مقابل الدولار الأمريكي وعدة عملات أخرى منها أيضا للجنيه الاسترليني الذي استطاع ايضا الارتفاع اليوم أمام اليورو طيب سيد ساركيس في وقت سابق مقابلة لك مع أنه ذكرت بأنه ما أن يقوم الفدرالي برفع أسعار الفائدة نتوقع مجموعة من البنوك المركزية أن تحضح وهو تقوم برفع أسعار الفائدة بغض النظر عن إجابتك الآن بأن المركز الأوروبي مختلف في سياسته وسيستمر بالتيسير وكذلك الياباني هل ما زلت تعتقد بنفس تحليلك السابق أنه نعم هناك بنوك ستجاري الفدرالي في استراتيجية تمت البنك إنجلترا وغيرها بالفعل حتى البنك المركز الأوروبي إذا كنا نتحدث عن المركز الأوروبي كنا نتحدث السابق عن رفع وحيد بالفائدة لكن الآن أصبحنا نتكلم عن أكثر من رفع بالفائدة أستثني من ذلك على سبيل المثال بنك اليابان المركزي وأيضا بنك الوطني السويسري من ضمن البنوك المركزية في الدول الرئيسية بالعالم لكن دول أخرى لا أشك بأنها ستتبع الفدرالي الأمريكي حتى لو تأخرت نحن هذا الأسبوع منتظار على سبيل المثال قرار الاحتياطي الأسترالي وتتوقع الأسواق أن يثبت الفائدة لكن إلى متى سيستطيع تثبيت الفائدة التضخم يرتفع عالميا مؤشرات أسعار المشتهلكين 7.9% في أمريكا 7.5% في أوروبا حتى في أستراليا 3.5% كلها أعلى من المعدلات عند 2% التي ترغب البنوك المركزية أن يكون التضخم حولها بالتالي أعتقد بأن العديد من البنوك المركزية ستتبع الفدرالي بالفعل بنك إنجلترا أيضا حتى البنوك المركزية الاحتياطي النيوزلنتي الاحتياطي الأسترالي وأيضا البنك المركزي الأوروبي حتى لو تأخر قليلا أو إن كان رفع الفائدة محدود نوعا ما لو كورنا باحتمالات رفع الفدرالي بعنف هذه السنة فما زلت أتوقع بأننا أمام موجة من رفع الفائدة في عديد من البنوك المركزية حول العالم نعم سيد ساركيس نزارت شوبريانو أنت موحل الأسواق في إيكوتي جروب شكرا جزيلا شكرا جزيلا